ترجمة نانسي قنقر 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 أثبت أنه هو محاضر أكثر من كفر كما أن موضوع رسالة الدكتوراه التي حصل عليها أخيراً بدرجة امتياز تعتبر مرجعاً قادونياً في القانون الجناني المشرع نظر الجريمة نظرها وذلك بنجعلها تتكون من ثلاثة أركان ثلاثة لابد من اجتماع الثلاث أركان دول لتكون الجريمة الركن الأولاني هو الركن الأولاني هو الركن المادي الركن التاني هو الركن المعنوي الركن التالت هو عدم الشيوعية بمعنى عدم الشيوع ما تكونش شيعة النهاردة هنتكلم عن الركن الاولاني الا وهو الركن المادي في الجريمة اهلا ليه عليك اهلا ليك افضلي تحت امر كيف انا عايزك في مهمة مستعجل اوي خير رتبي نفسك عشان تستفل اسكندرية بكرة الصبح ليه خير ان شاء الله وليه يا عهد اولندا حيوصل اسكندرية بالاختي بتاعه بكرة حوالي الساعة 4 وانا مش لاقي غيرك عشان يكون مسؤول عن الامير وعيلته في رحلته السياحية دي انا متشكرة جدا الفندم على ثقاتكم فيه شليلان مبارك مجلس ادارت الكلية وافق عن مذكرة الخاصة بتريقتك لاستاذ مساعد مش فاضل غير موافقة مجلس ادارت الجامعة ودي مسألة شكلية الف مبارك دكتور سامي في الواقع الفندم انا مش عارف اشكر سياتك ازاي انت تستاهل كل خير الكلية كسبة شبه ممتاز وعباد ما هنيك بحاجة اكبر من كده انا متأكد انك هتكون حاجة كبيرة قوي يا سلمان قد ن故 facilities قد نرى موسيقى كبيرة قد نقز قل من η société اقاب Lawrence اسنا ج solvent قد نقز قد اهتم قد نلقه اهتم السابع السابع من الأدوار الكوهي ساوي حقيقة عليا عليا أيها يا سلمان أنا فوق تعال عليا إيه يا سلمان مش حتى كابدن أنك تنادي علي من تحت كده خير قوليه لي مبروك ليه؟ بقيت أستاذ مساعد نجرس الكلية وافئ النهاردة ألف مبروك يا سلمان وبل ما تبقى عميد الكلية المتشكل أما إلا أما أجل إيه دا؟ أيه دا؟ إيه اللي بتعمله دا؟ الدنيا حارة وإنتي راجع من برا ملزق ورحتك عارف مفيش حر ولا حاجة بالعاكس دا النهاردة يوم مناسب جداً للعلاقات الأسرية البحثة لا مش مناسب أبدا الده ده زمانها راجع هي والأولاد من النادي ده بقى لها كتير فظلها كتير عمال ما تيجي نص ساعة وحتبقى هامة عيد كده ألا ده نص ساعة تعرفي كافية جدا للعلاقات الأسرية البحثة نص ساعة عياتي تماما إيه يا سلمان انت النهاردة مش طبيعي ليه فعلا أنا مش طبيعي النهاردة فرحان فرحاني عليها وعايزي بصراحة عايزي جوي يعني ده أنا جاهز تماما يا علية جاهز تماما استحميت خدتدوش استحميت اللي워 ب أنا لسه جاي أقبهم يبقى يا دكتور مش جاهز بالليل أقل لي بالليل بالليل والنهار أمالوا مش فاهي مالوا النهار وابعة ديل معاك قلتلك بالليل يا سلمان بالليل وأنا تقل بالليل تقولي لي بالنهار واقل بالنهار قوليلي بالليل. هبقى إمتى مش فاهم أنا؟ من فضلك عايز أبو كبير أبو كبير سبعمائة واثناشر مستعجل مستعجل جداً نعم؟ أبو كبير شرقية هاشو مدوج عاج عبد الباصد الله يبارد فيك ربنا أعلم مراتب سليمان بيك كده على طول يا رب أعضل ما نشوف وزيري يا حاج عبد الباصد إن شاء الله يا رجالة أنا مرتب للحكاية دي من بدري يعني أمتى؟ أمتى نفرح ونهايض ونشرب شربات الوزارة يا حاج عبد الباصد قريب قريب إن شاء الله يا رجالة كرسي الوزارة ده مرساة ده له سكة ولازم الواحد يمشيها خطوة خطوة وأول خطوة لازم الدكتور سليمان يكون عوضه في مجلس محل المركز ليه مجلس محل المركز يا حاج عبد الباصد؟ ليه ما يكونش في مجلس الشعب؟ كله بأمر الله هشام كده غلط يا حبيب كل زي ما أنا علمتك الولد لسه ظاهر قوع الحاجات دي عليه من فضلك من فضلك سيبني أربي الأولاد زي ما أنا عايزة افه زي اقتباعة من التصرفات دي التصرفات ايه عليه؟ مش وقته منعشة يا سليمان ما أقول اللي انت بتعمله ده؟ في ايه خططيني انت عارف كويس ان الأولاد بيقاليدوك في كل حاجة لازمتها ايه بقى الشوكة والسكينة مدام بتاكل بأيديك زي الهمج بقولك ايه الفراخ ما تتكلش غير كده أرانك ان الرؤساء الوزارات بيأكلوها كده بيمسمسوا العدم كمان بعد كده تبقى تاكل لوحدك يا دكتور شكرا محدش يقوم من مطرحه تفتكر ان ده تصرف ديبلوماسي؟ يا عليا ده بيت بيت مش وزاعة الخارجية ولا هيئة الأمم المتحدة يعني ايه؟ اللي عرفه ان الأكل نعمة من نعم ربنا مش تأديب وتهزيب الأكل بالطريقة دي عليا يبقى يبقى سمه هاري اتفضل قوم علشان الأولاد ظهر ان مفيش فايدة منك فعلا مفيش فايدة مني عارف علي كان المفروض تجاوز واحد بتاعه بروتوكول زيك مش والساس في الجامعة أرجوك ما تعليش صوتك وأنا صوت فعليت خلاص قدم خلاص تبقى تتفضل حاضر سليمانا انا مسافرة بكرة اسكندرين تي مش لسه راجع من عند ممتك من الأسبوع لا المرة دي بقى بشغل كما قريتش في الجراهد ان والية عهد هولندا جاي مصر السياحة اه قريت انا بقى المسؤولة عن الزيارة دي طيب طيب انت مسافرة والأولاد اتطمت هيعودوا عند ماما لحد الزيارة ما تنته تصرف صريحة بس أصنع كنت للادي عازم الأستاذ عادل عيسى هو ومراده مين عادل عيسى دا؟ عادل عيسى رئيس النيابة عرفنا عليه الدكتور عوض مطهور ساعد كتير جدا في الرسالة بتاعتي مش ممكن الزيارة دي تتأجل؟ ما أقول بعد ما اتفقت مع الراجل وقبل الدعوة طيب بس تبقى برا البيت اوكي موسيقى 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 المترجم للقناة 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 معقولة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة والقناة المترجم للقناة 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 تعال هنا ريحفين شيل يا حبيبي القتيل بتاعك معاك عيوة بس من فضلك الدينة دي يا واحدة هشوف السكة وافتح باب العربية ولا خايف الله رب ما انت معاك يقول لي عدلة اليدانة طيب يلا بسورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مفضلق مفضلق ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 فحلقته شفت ولاي العهد طبعا شكله ايه زي كل الناس ليه زايد ولا ما يا طرح الناس دي شكلها زينا كده برضو انت مش هتقلع حدومة اه طبعا مانا لازم حقلع حدومي بس لسه فين عبال منام ادي احنا عاديين فين دردش شوي وانت ما احنالكش الدردشة الا وانت زانق نفسك في الهدوم مردت ولي العهد ايه شكلها ايه اصلا كنت تعرف واحد ولي عهد في شبرونبورد بلق جنب لوكسنبورد مراته كانت حلوة عشان هو ولي عهد احنا مانا ومانا مرات ولي العهد انا موحشتكش ولا ايه نعم اه طبعا وحشاني وحشاني بس بس ايه بس انا بقول لها اروح ااخد حمام عشان عرقان ورحتي لا حريبي انا بحب الرحبك كده ماباش داع عشان خاطر احنا معقولة يا سليمان لبس هدومك من غير فلانال اه 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 ظهر اه ظهر نسيت معقولة تكون نسيت أم اليعنى حتكون اتنجرت عليها؟ دا دا حد ما تساعدش ألا أنت لسه بالبانتالون؟ آآ 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 طيب روحي الزهر لنا نسيت أقف الباب الشقل البراني روحي صجر الباب إن شاء الله ما تصجر طيب أفلي الباب قط النوم عليه؟ مش مهم أنا متعود يبقى مقفوض حاضر آآ آآ لا سليمان سليل هد نفسك هد نفسك ممكن تنسى تلبس الفلانيل لكن مش ممكن أبدا تنسى تلبس أنا حفهمك عليها ما أنا لازم أفهم؟ طبعا من حقك عليها أنا كنت تفهمي اتفضل أصلا أنا وأنا جاي قابلت حرامية بيسرقوا إيه الحرامية تقول يا سليمان؟ بيسرقوا الحاجات اللي أنا مش لابسها عليها لأن هذه عصابة كانوا كادمين عليها معقدين كانوا هم صغيرين ما بلبسوش الحاجات اللي أنا مش لابسها فلما كبروا كونوا عصابة مع بعض يهجموا على الناس اللي هم لابسين الحاجات اللي أنا مش لابسها يختفوها ويعودوا عياته معقدين لا يا دكتور لا يا سليمان أكيد الحكاية غير كده خالص؟ أول جريمة قتل في تاريخ البشرية كانت بسبب امرأة وآخر جريمة كانت بسبب امرأة برضو اسمح لي يا دكتور أيوة هي آخر جريمة قتل حصلت إمتى؟ قصلي يعني إن آخر جريمة في تاريخ البشرية غالباً هتكون برضو سبب واحدة ستة بالأستاذ بعد ما حلق شنبو خدماتك ضد الستات تعلمي ماتك أعمل بيه؟ الجسة تروح المشرحة لتحديد سبب الوفاة جرحة تروح المشرحة لتحديد سبب والدرم عشان خاص يا محمد أفراندي اخدامني الخدمة دي دلوقتي حالة هي اغلا تسذر له لأني توأمر رخص النقل يا محمد أفن هي عربية فيها أرقامها هي عايز أعرف مين صاحبها بس وحياتك دلوقتي حال المجنة عليه من رواد الكباريهات وعلم البيل كانت له علاقات نسائية متعددة أفن يعني خلاص مكتوب علينا أن نلاقي المجرمين في الكباريهات أكيد الجريمة وراءها واحدة ست ياسر مرحم أقاول كبير وكان متعود يشيل معاما مالك مقضية ضهر إبني القتيل عند رئيس ميابا جيه وانا برا أول ما يخرج من عنده يشرف هنا أكيد عنده معلومات هتفيدنا والدك اللي هرحمه مقاول كبير تفتكر نت قتل بسبب الشغل أعوذ بالله يا بيه والد الله يرحمه كان اسمه زي الأرماز في السوق بس أنا عاز أقول لساتك حاجة والدي هو مسافر خد معاه مئة ألف جنيه عشان يحطهم في حسابه في البنك هنا في القاهرة مئة ألف جنيه؟ أيها وكانوا معاه في العربية بس إحنا لقينا العربية بعيد عن مكان الحادث وما فيهاش ولا مليم حتى ما لقناش بصمات على عجلة القيادة ولا حتى على الأبواب يبقى بابا تقتل بسبب الفلوس اللي كانت معاه الأول نشوف في البنك يمكن يكون أوضع الفلوس هو حساب والدك في بنك إيه سليمان أنت عارف أن أنا بعتبرك زي واحد من أولادي ده إلى جانب ثقتي فيك وفي كفائتك ده كتير عليها دكتور فيه شركة السسمار طلبت مني مستشار قانوني أنا رشحتك لها لأني عارف أني متحكون على قد المسؤولية ألف شكرا فلم في الحقيقة أنا مش عارف أوليسية تكيين الشركة هتدفع لك مرتب كويس تلتميت جنيه في الشهر ومش هتاخد من وقتك كتير يا دوبك تفوت عليهم مرة واحدة في الأسبوع وبعد الظهر كمان إننا بحبهم صحيح أهلا يا الحج أهلا يا بيت أهلا أصلي معي athof اتفضل أنت أو ضيوفك يا فاند اتفضلوا يا جماعة البيت بيتكم جاكر استهانم، انت صحتك، اهلا بك في الدرس اهلا لانوستهانم اهلا لانوستهانم اهلا تضى اليابك حضرتها حرم الدكتور سليمان اهلا وسهلا وخالها سيادة الوزير السابق رحمة عبدالخالق اهلا وسهلا وهي بقى بتشتغل في وزارة الخارجية بسم الله ما شاء الله سفيرة فوق العادة اهلا وسهلا امالي الدكتور فيها لسه مارجحش من الجنب بس ياك مارجحش صغيرنا مستعقلين قوي زمنه جاي ان شاء الله مئة الفينين هو كما حاجة اهلا يا دكتور اهلا يا بابا كنت فيها يا دكتور احنا بستنيينك من فدري ومستعقلين قوي تعال معرفك على الجالة تعال اهلا وسهلا الحج ماهدي عمدة شنبارة اهلا وسهلا والحج عواضين عمدة الميمونة اهلا وسهلا والحج عبدالصمد عمدة بني قريش اهلا وسهلا والحج مصلحي عمدة ابوتوالة اهلا وسهلا اما ده بقى ده عبدالعال منذوب شباب البلد اهلا يا فندم اهلا يا فندم وكلنا بقى يا دكتور جايين نقولك ان الدائرة بتاعتك دائرة ايه ايه مجلس الشعب يا دكتور ايوة يا دكتور كلنا قررنا ترشيحك للعضوية وجميع الاصوات ويا ايوة انت مشرفنا يا دكتور انت احسن واحد ما تسنى يا فندم الخطوة الجاية الوزارة وفدي جي الساعة لما يكون وزير من دائرتنا ايوة بس لسه بدري على حكاية الانتخابات دي ولا بدري ولا حاج ده احنا حتى اتأخر باب الترشيح حيقفل بعد يومين يلا يلا جاهز اوراقك وكل نويات انت جيت يا كلمان ما فضلك عايزات دياء واحدة عن اذنك والأعزاء واحدة افضل يا ابن افضل وقعدوا على رجال ويسن اهلك وصد دلوقتي ممكن بقى تقولي مين الستة اللي كنت عندها ولا انزل اقول لهم على كل حاجة عليا الوقت مش مناسب علشان نناخش مشكلة هايفة زيدي بتسمي كل اللي حصل دهوت حاجة هايفة اما لايه المهم بالنسبالك يا استاذ يا ست فهميني مفيش ستات من اساسه اسمع انت ممكن تخدعني من وردها لكن تخدعني وانا وش في وش كمان لا انا مش واحدة هايفة ولا هابلة يا سليمان في واحدة ست وانت تعرفها كويس وحصلت مصيبة سودة للتنبارح علي احنا ناجل المناخش لغاية ابو ياما سافر انا هعمل باصلي يا سليمان بس يكون في علمك ان انا حدفعك التمن غالي انا ممكن اوصل الفضيح حضية لحد الجمعة سلام عليكم السلامة حمتظر وبركاته الدكتور سليمان عبد الباصل تساكن هنا ايه ساكن هنا من دولار خمس هاني في شعة العشمات اه طب هو موجود لو سمحتك موجود عام بضوح من البلد حيث انه عنده جنوب من البلد ابقى شوفه وقت داني وما فيش داع زعيد خلصيني بالكابوس اللي انت عملهولي قلتلك مفيه ستات خالص يعني مش عايز تعترف اعترف بحاجة ما حصلتش عايز اقول لك حاجة يا دكتور في مسلالوه الفلاحين اللي انت منهم اللي طلع البغلي فوق المدنة هو بس اللي يقدر انزله صح؟ يعني ايه عليها يعني انا اللي عملت يعني من غير ما كنتش هتسوأ ولا حاجة وزي ما طلحتك فوق انا قدر انزلك الى اسحل السافلين انا خارج خارج قبل ما ارتكب جريمة ده جاي لين مش عارف جاي ده اخد البطاعة والهدوم لا الحاجات دي مش هخدها غير لما الموضوع يخلص خالص مين مين يعرف علاقتك بالراجل اللي مات مفيش حد معقولة بتوها كبريه ما عرفوش حد من صحباتك مفيش جنسة مخلوق يعرف اللي بيني وبنته وفيه القبان لو بتوها كبريه يعرفوه مش بايت كانوا يقسموه معايا ولو بيت من البنات خدت خبر كانت حاولت تخطافه مني فهمت؟ مش جاز هو يكون اي لحد من صحابه لا مش ممكن انا اصلي كنت غالي عليه قوي ده حتى كان عايز يتجوزني لو لخوفهم من مراته معلينا المهم تويت الجسة فين انا ما تويتهاش ولا حاجة انا سيبتها في مكان مكشوف علشان البوليسي لقيها بسرعة يا دا حيا سودة انا استعمل عملتها وتخفيها وانت سايبلي الجسة في مجام مكشوف ما كنت اخطيتها في باترينا في شرع سليمان ده شغل انا بقى لا فهمني وانا مش معاك في المصيبة ولا ايه انا لو دفنت الجسة او حتى حرقتها البوليس مش هيهمد التحريات هجيب البعيد والقريب لكن لما البوليسي لقوا جسة قدامه عارف بين صاحبها هدور في سكة واحدة بس انت حر اتصرف زي ما انت عايز بس ما تغرقنيش معاك احكت المئة الف جنيه اللي كانوا معا مرحوم مت ايه يا اخويا مئة الف جنيه كانوا معا الجرائط كتبت كده يانهاري سود ما راجل داخل فاضي وخارج فاضي قدامك يكون نصدهم ايه من الكلام ده مش عارف م fonتخبوم فيه مات خول سليمان! سليمان! وادخل فيه ديك بره يا فن معي السادة اسم الدكتور سليمان عبد البسط خليه يتفضل اهلا 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 ايه يا راجل وانت بحتاج لإذن عشان تدخل يا دكتور سليمان ده ايه المفاجأة السعيدة دي فضل فضل يا فن وفي الحقيقة يعني سادتك وحشتين ايه؟ قلتك ازورك لكن ظهر انك مشغول يعني لا ابدا دي جريمة قتله ولسه تحريات المباحث شغالة واحد مقاولة قتل وتسرق منه مئة ألف جنيه دي جريمة عادية الهدف منها هو السرق طبعا تعرف يا أستاذ عادل انا باندا مني ما اشتغلتش في النيابة شغل النيابة فيه قصارة ومطعة زي سيادتك مؤتلة قبل كده فعلا ده حقيقي سعادة الواحد مننا لما بيحل لغزة قضية أو بينصف مظلوم بتبقى سعادة ملهاش حدود والقضية اللي في ايد سيادتك يطر على حلية اللغز بتاعها ولا لسه؟ لا نسا قال لك لازم حيتحل المسالة مسالة وقته بس على العموم سيبك من الشغل ومن متاعبه ايه رأيك تخليك معي النهاردة نتغدى ونتعشى سواك انا مستعدة وافي بس على حاجة واحدة بس يا الغدى يا العشاء خلاص اختار اللي يعجبك اختار الغدى والعشاء زغلول القرموطي اي خدمة؟ عزم نفسي على كاس عندك أنا ما قدرش عزم حد ما عرفوش ما هو ما يجراش حاجة لما تعرفين يعني إيه؟ استنت يا جدعي أنت عندك أنت عايزة على فكرة أنا الليلة مش هقدر أشرب خمرة ياريت فين جال قهوة سادة أصلي عندي حالة وفاة وزعلان على المرحوم قوي أنت بتولي ما تفتح الباب ما داشت أفتح وأنت موجود لو كان الأستاذ المحترم أهلا به وسهلا لو أي حد تاني من فضلك وزعيه خلاص براقة أنا كنت في النيابة دلوقتي ما فيش علينا أي شهر البحث بعيد عننا خالص 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 إيه يا ابتسام مالك مش مسدقاني أنا خليت واكيل النيابة قال لي على كل حاجة البوليس عنده اعتقد أن البعث على الجريمة هو السرقة تخيالي زغلولي الأرموطي ما باحث يا أستاذ أرموطي أعوذ بالله أنا صديق صديق لمين حضرتك بالزبط كنت صديق للمرحوم توفيقي الأباني ودلوقتي صديق لسيادتك بل المدام سليمان اللي بيكلمك ده شف كل حاجة ما شف كل حاجة؟ صدقني بمرحوم انتهت بوفاته يا أستاذ يا أستاذ ده أنت بتاع قانون وعارف أن الوفاة سبب لإسقاط أي حاجة والحي أبقى من ميت فضل حضرتك السلام سيادتك مبتسم على طول كده أكره إزاي على الموت سيادتك شفت إيه أيوة أصل كنت مع المرحوم كنت مستني تحت في العربية لغاية ما ينزل ونزل فعلا وإنت عارف نزل إزاي يعني سيادتك اللي خاد الميت ألف جنيه أيوة الكتب خيبة وأنا رجل ضغري طيب حضرتك عايز إيه تاني شوف بقى يا أستاذ أنت برضو أستاذ جامعة وكلك نظر إزاي عرفت أن أنا أستاذ في الجامعة؟ ونرشح لمجلس الشعب وحتنجح بإذن الله ولو إن ده يعني مش في صلب الموضوع طيب إيه هو الصلب الموضوع؟ هو مسيادت أخدت الميت ألف جنيه اللي كانوا في العربية أيوة بس دي فلوس المرحوم مش فلوس كنتم ثم أنا خدمتكم خدمة كبيرة قوي يعني مثلا لو كنت سبت عربية المرحوم في مكانها قدام البيت كان زمان البوليس هنا وكان زمانك أنت والمدام في حديد خلي بالك خلي بالك أنا رجل خدوم جدا طلباتك؟ هي طلبات بسيطة في الواقع أنا أحب المرتب السابت عايز تلت مرتبك أول كل شهر بما في ذلك العلاوات والمكافئات وإذا أنت بقى قديت دروس خصوصية ليه فيها التلت برضي؟ ها وإيه تاني؟ بما إنك أستاذ في كلية الحقوق قصدي حتبقى أستاذ في الأسبوع الجاي على ما أظن إحنا عندنا تلامزة ولاد ناس برضه بس بقد عانك خايبة أنت بقى تساعدهم في الدرجات على قد ما تقدم ويا ريت تدينا بقى الامتحنات أو نسترزق من وراه آه وإيه تاني؟ ده بالنسبة ليك أما بالنسبة للأمورة الحلوة فحتكون تحت أمري في أي وقت ودي حاجة مش صعبة عليها افرد هيا مش عايزة آه جايز أنا سئيل شوية أو جايز هيا ما تستظرفنيش معلش؟ أنا برضو أحب أطمن المدام أنا مليش في موضوع ستات ده خالص ألا طب لما سيتك مليش في الحكاية دي خالص أم ألا عايزة يعني تعمل بيها إيه؟ مش أنا أصدقائي آه أصدقائك وإيه تاني؟ بس تحب تطلب البوليس ولا طلب أنا؟ لا أنا ولا أنت يا دكتور أنا ماشي دلوقتي وحسيبك لبكرة تفكر عرفت تفكر في إيه؟ فكر في مستقبلك بسمعتك في أولادك لما يكبروا ويعرفوا أن أبوهم المحترم في السجن في حاجات كتير قوي تفكر فيها أنا خارج وحعرف إزاي تصل بيك موسيقى 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 محمد الله على السلامة يا دكتور الله سلمك أظن من حقي أعرف كنت فيه لحد دلوقتي وعزة تعرفي ليه؟ أنت من إمتى بيهمك تعرف أن كنت فيه؟ قد اللي حصل بقت كل حاجة تهمني هو إيه يعني اللي حصل؟ ممكن أي حد يلبس ودوم على اللحم موسيقى فيها إيه؟ مفيهاش حاجة طبعاً وتصرفاتك وأحوالك المتغيرة يا دكتور عليا أرجوك تقدري مواقف اللي أنا فيه أنا 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 عندي معاركة انتخابية بحضر الله وعندي عرض من شركة استثمار بدريسون وفيه مقابلات كتيرة بعملها أنا الأيام دي بشتغل لمستقبالي بس ولازم تستعديني ولو سمحت عايزة استريح عايزة استريح مش عايز منك أكثر من كده أيوة فدي توفيقي بيه متعود يسر عبدالله وكان صهراني هنا قريب من كان يوم كان مع أحد؟ أيوة كان معاه واحد تعرفوا؟ لا أول مرة شكوا معاه تقدر توصفه؟ طبعا ولو إني محققتش فيه قوي أصلي توفيقي بيه زعل ومشي بدري زعل؟ ليه؟ ومشي بدري ليه؟ عدم المؤخذة بيه توفيقي بيه الله رحمه طول عمره أو الستاد ومحايا بتاعنا نضيف وساعدتك عارف ما تعرفش بعد ما خرج من هنا راح على فين؟ ما عرفش يا بيه بس أكيد راح يصل في حتة تانية با الراجل اللي كان معاه تعرف شكله؟ أوصوه بساعدة تسمح تيجي معايا الوصفة ونكمل كلام او 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 احنا قولنا ايه؟ مين؟ مين؟ زغلول الأرموطي مين؟ مين؟ سبحان الله الباب ده عمره ما تقفل في وش حد هتقفل في وش أنا ليه بقى؟ افتحي بقولك مش فتحة يا أخوي باب البوليس مفتوح طول اليوم باب الباب ايه استنى 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 ان شاء الله باب الباب مين؟ مين؟ من خلقه؟ مين؟ من خلقه؟ باب باب خاضر تقبلني بلطف؟ لا اسمع! أنا مش فيقالك! التجيل أنا ليه؟ عشان نتفاهم؟ على ايه؟ لاني نتفاهم على ايه؟ عندك الدكتور هناك تفاهم معا زي ما انتعاني انتي بند والدكتور بند تاني لا يا حبيبي انا مليش دعو بالحكاة دي من قاصله مفهوم يا حلو انت حصتك صغيرة لكن برضو ملطوطة فيها انت عارفة اليومين دول ان الدهب سعره في الريح انا ما عنديش دهب لكن انت عندك قاصله عايز ايه؟ عايز اللي عنده يد اللي ما عندوش قلت ايه؟ قليلي يا حكاة قوليلي يا إختي هي قهichtlichirie الحب فيدي؟ تعاني معي لا مهليش اصلي انا عايزة الدكتور سلمان عبد الباصى مش هو فيها برضو? ايه تبتعملVISش في 엄마 المشبه لبيك س caliber عايزك في حاجة مهمة أوي.. حاولي، أتنخل الجهد ملازم، معتابة عن محضرات صباح خير يا دكتور سنيمان صباح خير في واحدة ست بتسأل على حضركك المستنياك برا بتقولي اسمها ابتسام تعرف ان البوليس موكن يقبض عليك فيه اللي حصل ده يتعمل ايه هنا؟ زغلول زغلول يقوله اسقصر مش مهم المكان ده محرم عليك أصلك متعرفش عمل فيه ايه؟ يعمل اللي يعمله أنا كنت جاهلت فضلت العبارة ومجيش هنا تاني الله، ما توحد الله شوية كنت أمروا تنهي فيه اللي يا أخويا هو أنا قتلت ولا كنت قتل؟ خلاص فتك بعافية يا حبيبي اتنسام تغلول الأرموط تغلول قلت لما عوزك أعرف ألاقيك أنا عارف إنك مش عايز حدي شو ماك معادي فيه مكان معين تحب نقعد كنت تكلمك؟ ولا مكان معين ولا حاجة قديني باللف قلت إيه يا ترى؟ وفقت على طلباتي البسيطة؟ دي طلبات مستحيلة مش ممكن هتحصل الظهر عليك مش عرفني كويسة بطول أنا أكره الفصال موت إما طلباتي وإما مستقبلك تخلي بالك أنا كلمتي واحدة سارح فيه يا دكتور أكيد بتفكر تقتلني عشان تخلص مني لكن أنا صعب عليك قوي مش مسألة إنك صعب أنا ما قدر شقة النملة وإنت عارف كده كويس ما هو ما فيش قدامك غير يا تقتلني يا تواب اعتبرني موافق إمتى بقى نمضي الورق؟ ورق إيه؟ يا دكتور ده أنت بتاع قانون وعارف كل حال أي اتفاق لازم اتكتب على ورق أيوة لما يكون اتفاق مشروع حبيبي إنت حتمضي على كام شيء كده لزوم الضمان قلت إيه؟ طيب أديني فرصة أفكر إحنا كده بنضيع وقت كتير قوي نتقابل اللادي بالليل في أي مكان وحيكون معايا دفتر الشيكات برضو في العربية قولي على أي مكان أفوت أخذك منه الساعة 12 بالليل مش معنى 12 بالليل؟ قبل كده أنا مشغول خلاص هقولك على المكان اطلع بينا بقى حلو اطلع بينا بقى حلو هو ده هو ده اللي كان مع المرحوم توفيه الأبدان زغلول الأرمنطية قواد ونصاب المحترف مركز نشاطه الأساسي اسكندريا ها احتمال كبير قوي يكون هو اللي قتل توفيق وأخذ الفلوس وسافر اسكندريا هايكون قدامه آخر كده؟ طيب مريش قدامنا غير من ناحنا نسافر له ülستق راجع ممتع مطلع ممتع 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 المترجم للقناة 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 جبتي دفتر الشيكات طب سوء على حتة هادية بقى عشان حنكتب كتير انت اللحظ الزهر سرك فصل ماكا بريد جبتي دفتر الشيكات وقف فصل الشارع ليه يا أستاذ لا أبدا دي عجلة نايمة فكت بغيرها يلزم خدمة؟ لا شكرا نايمة لها شكرا نايمة لها شكرا نايمة لها شكرا نايمة لها شكرا نايمة موسيقى سليمان 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 انت مفتردش علي ليه سيبيني الواحد الوقت انا تعبقان تعبقان ده بتعلي صوتك ليه انت مش تعرف حدودك سليمان تعملت اي وانني اهنئ الدكتور سليمان تهنئة حرة مخلصة من القلب واهنئ كلية الحقوق باستاذ جاد مجتهد ملتزم واهنئ ابناء الطلبة باستاذ سيكون لهم خير سند ومعين اساتذة الاجلاء زملاء الافاضل الاخوة منذب الطلبة في لحظات كهذه تغيب الكلمات وتتلاشي الافكار وقد لا يجد الانسان ما يستطيع ان اتحدث به لاحساسه بالسعادة لوجوده بين اساتذته ومعلمه الذين اتربى بهم وتعلم على يدائهم شكرا جريت الاهرام طلبت مني كتابة سلسلة مقالات عن القوانين المختلفة وانا احتزارت لاني مجهول ورشحتك دكتور سليمان لرئيس التحرير فارحب بيك جدا ومعادك معاي والزبط ودي فرصة نيك عشان اسمك يكبر متشكر يا دكتور متشكر نغلول الاربوط الساكن عندنا فعلنا نفنلي مفتاح قط موجود اصلا مرجعش من ساعة ما خرج جنس مبالع طب اديني مفتاح قط حال 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 مالكسنات ده قطير ايوه قطير لانا شبكة المجارب دي فلوس توفيق الاباني ما فاضلش غير زروري حنلاقيه مالكسنات ده مالكسنات ده مالكسنات ده الوفاة جنائية أستاذ عادل ايوه بس الوفاة حدثت من حوالي 18 ساعة يعني من حوالي الساعة 12 ونص او واحدة بالليل مرجعش كان سكران واقف باللعمة فتوحة ولا حاجة نعم انا واثق ان زغلول مات مقتول بوسطة شخص اقوى منه اكيد كان له شريك تاني في قتل توفيق الاباني احنا مرقبين اللوكندا اللي كان فيها زغلول وخاصة ان الفلوس لسه بعيد عن الشريك واكيد حيدور عليه وانا محتاج اقاب المهندس متخصص في شبكات المجاري فضل الفن صباح الخير اهلا يا دكتور سيد الخارج ولي ايه اه عندي معاينة بسيطة مكان مش بعيد جريمة جديدة لا قديمة بس كبرت شوية انت فاكر طبعا قضية توفيق الاباني اه طبعا في قتل جديد بس اتقتل بطريقة زكية جدا نكمل كلامنا في السك اه على فكرة اعرفكم ببعض الرائد احمد داديم اهلا وسهلا سليمان عبدالباصل اللي قتل توفيق الاباني اتقتل بطريقة بشعة تصور دكتور سليمان القاتل زكي جدا رماه في بير للمجاري يعني مهم السيادة الرائد انه ادور على القاتل الجديد وحلقيه موفى ان شاء الله وجهة نظري في القضية طلعت سليمة توفيق اتقتل بسبب الفلوس واحد اسمه زغلول الارموتي اتلوا وسرق فلوسه دي المنطقة الوحيدة اللي فيها شغل وبعض الابار بدون اخطيع لكن زي ما حضراتكم شايفين صعب ان حد ما يشوفش التحذيرات دي كلها بلعه دي مش ممكن تسع جسف راجل طبعا يا فاند دا بير عمقه متر ونص بيسلم لمصورة اتنين متر يعني ساعة راجل واثنين واحتمال كانت مكشوفة و ما فقط ما ليعني حيكون وصل للمجاري من تحت الارض ما هو لازم يكون نزل من فوق ولا رأيك ايه انت يا دكتور سليمان ممكن يكون اتقتل بره وبعدين اترمى في المجاري بس سبب الوفاة اسفكسيا الغرق وما له ممكن اللي قتلوه يكونوا غرقوه ان شاء الله حتى في بانيو انا شايف ان الجريمة التانية قتلت الامل نهائي في انكم تكشفوا السر الجريمة بالعكس دي يمكن سهلة المهمة حتى لو كان المجرم حريص على نفسه حرصنا دايما بيكون اكبر من حرص المجرم وحاجة تانية احنا بتبقى عصابنا هادية جدا وعندنا صبر اكبر ودي اشياء بيفتقدها المجرم مهما كان وتفتكر مين اللي قتل الارمتي يعني حيكون مين واحد بلطاجي زيه الناس دولهم سواب يقولهم ملفات عندنا ودينا لمينا كل ستات المشبوهين واكيد في واحدة منهم حتوصلنا للهدف بتاعنا لم يتقن كلهم ايوه دكتور في حاجة لا ابدا انا بقول اللغاوي يصل لللادي يشرف عندكم في المدرية بدل شارع الهرم انا باعي 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 فصل ايه؟ يو؟ ما ترد علي؟ فصل ايه لك جبتني الرعب؟ لا جاي اتطمن عليكي اتطمن علي من اين؟ ولا حاجة اقول لك انا لموا البنات وخفت ان اكون ضمنهم مش كده؟ ما انا كمان الاخبار بتوصلني اول باول اتطمن يا دكتور انا بعيد عن سكة البوليس وحتى لو طلبت ما عنديش حاجة اقولها يا حبة عيني البيئة رئيس المباحث هياخد اقواركو واحدة واحدة هياخد اقواركو؟ ما اعرفش واللي مش حسب هلا حاجة هتروح بيتك تعال انت مطلوب منك تقول لنا كل اللي تعرفيه عن صاحب الصورة دي ما فيش دعي للانكر لاننا عارفين كل حاجة عمري ما شفت الخلق دي ام؟ ما ليش الخلق دي؟ شبتي الخلق دي؟ ده طفي القباني اللي اتقاتل يعني عرفا كل البنات اللي في التخشيبة يعرفو واللي برا التخشيبة كمان أصلي مرحومة له شغلة غير الستات أفهم من كده أنك تعرفي حد من البنات اللي يعرفوا توفيق الأباني ومش موجودين في الحجز هنا طبعا زي مين بقول حضرتك كتير ومالو إحنا ورنا إيه إن شاء الله يكونوا ألف بنت في بيت اسمها بتسام كان بيعزها المرحوم قوي بتسام رائد أحمد نديم من المباحث أي خدمة؟ أبدا عايز أدردش معك شوية سمحنا ندخل يا بي أنا أتحاد لا عرف زي أقوله لا عرف توفيق بس أنت تعرفي توفيق يا ابتسام تعرفيه حرم عليكم ما في أكتر من مئة بنتي يعرفوه إيش مان أنا يعني ما حدش يتامج بحاجة إحنا بنسألك زي ما سألنا التسعة وتسعين البقين فتش الشقة مدحد نهاردة حنتكلم عن اللقنة الثالث من أركان الجريمة شوف تياف شوف تياف ايه دولة ابتسام دايم حضرتك شايف بس دول رجالي هارفة أنا شايفي تلفاهم ومحتفظة بيهم بعنايا أصلهم الشي لهم تذكر تذكر حلوة أو مر حلوة طبعا ممكن أعرفه ركن المعنوي في الجريمة هو علم المتهم لجميع عناصر الجريمة كعلم السارق أنه يسرق ويستولي على ما هو مملوك للغير كذلك الإرادة وهي أن نتيجة إرادة المتهم إلى تحقيق النتيجة كان يسرق أو يقتل نتي إلى الركن الآخر الركن الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لو سمحتولي حتزم انكو خمس زاية ويمكن ما قدرش اكامل المحاضرة ويمكن تكون دي اخر محاضرة بالنسباني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة